السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنسترق لحصة تثبيت الظواهر اللغوية المندرجة من الأسبوع الرابع من الوحدة الثالثة مجال الهوايات المرجع المفيد في اللغة العربية لمستوى الرابع إذن حصة الإملاء الهمزة المتوسطة على الواو أرسموا الهمزة المتوسطة في الكلمات رسما صحيحا إذن تثاؤب إذن ترسموا الهمزة على الواو لأنها مضمومة وقبلها سكون ميت والضم أقوى من السكون مؤاظر إذن تكتبوا الهمزة على الواو لأن قبلها ضم لؤن تكتبوا على الواو لأنها ساكنة وقبلها ضم والضم أقوى من السكون مؤدن أيضا تكتبوا على الواو لأنها مفتوحة وقبلها ضم والضمة أقوى من الفتحة مؤمن تكتبوا على الواو لأنها ساكنة وقبلها ضمة الضمة أقوى شؤون تكتبوا الهمزة على الواو لأنها مضمومة وقبلها ضمة في الصف التحويل أكمل الجمل باسم إشارة مناسب راقتني راقتني نقول تلك لوحة تلك لوحة إذن صفق جمهور لهؤلاء أو أولئك لأولئك لنخاطب البعيد نقول أولئك والقريب هؤلاء يمكن أن أقوله أيضا هنا راقتني هذه اللوحة شاركت أولئك الشاعرات في الحفل هذا أو ذاك رسام مغربي مشهور إذن إذا نريد أن نضير القريب هذا البعيد ذاك وحول جمل الآتي المؤنث هذا رسام بارع هذه رسامة بارعة ذلك سباح ماهر إذن ذلك سباح ماهر تلك البعيد تلك سباحة ماهرة تلك سباحة ماهرة هؤلاء فنانون مبدعون هؤلاء هؤلاء نخاطب بها جمل مذكر وجمل مؤنث هؤلاء فنانات مبدعون مبدعون فنانات مبدعون حس التراكب أقرأ الجمل وأميز المفعول به فيها وأبين نوعه إذن أحب الشعر إذن مفعول به الشعر نوعه نوعه ظاهر أنشده الهاء ينفعول به ضمير متصل نوعه ضمير متصل أحفظ كثيرا من القصائد كثيرا مفعول به نوعه ظاهر ظاهر إذن أعود المفعول به الظاهر في جملتين بمفعول به ضمير متصل إذن عرض الرسام اللوحة في المعريدي إذن عرضها إذن اللوحة هي المفعول به إذن نقول عرضها في المعريدي كافأ الأبو مريم إذن كافأها كافأها إذن عرض الرسام اللوحة في المعريدي عرضها في المعريدي كافأ الأبو مريم كافأها إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضربكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة